مرسل العربي أن قوات الاحتلال أفرجت عن عشرين شخصا من المعتقلين صباح اليوم وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت نحو خمسين فلسطينيا من بينهم نواب وقيادات في حركة حماس وأسرى محررون الاعتقالات تركزت في محافظة الخليل جنوبية الضفة الغربية ومن بين المعتقلين الأسير المحرر القيادي في حماس عبدالخالق النتشة والقيادي أحمد قاسم الشيخ الذي اعتقل من منزله في بيت لحم للمزيد ينضم إلينا من دور الخليل نايف أرجوب الأسير المحرر مرحبا بك معنا أستاذ نايف بداية هذه الاعتقالات جاءت مفاجئة ما أسباب هذه الاعتقالات وأيضا ظروف الاعتقال سيد الرجوب هل تسمعوني؟ هو الاحتلال إذا أراد أن يعتقل أي فلسطيني نعم أسمعك هو الاحتلال إذا أراد أن يعتقل أي فلسطيني أو أي فلسطينيين حتى لو كانوا كثر لا يبحث عن أسباب ولا يبحث عن مبررات ويده الطولة في الأراضي المحتلة لا يستطيع أن يعتقل من يريد صغيرا كان أو كبيرا من هذا الفصيل أو ذاك الفصيل رجالا كانوا أو نساء فهو يعتقل من يريد وهذه الرسالة هي التي أوصلها في هذا اليوم لما اعتقل عدد كبير من الأسرى المحررين وأكثر من نصفهم تجاوز الستين في العمر حتى يقول ما هي الرسالة سيد النجوم بل إذاب إلى المحررين أيضا مكيادات في حماس ما هي الرسالة طبعا الاحتلال لا يمكن أن يقوم بحملة كبيرة من هذا القبيل هكذا عبثا لا بد أن يكون هناك رسائل يريد أن يوصلها سواء للمعتقلين أو للشارع الفلسطيني وبتصور اللي هو الثابت في كل اعتقالات اللي هي رسالة التهديد والوعيد التي يوصلها الاحتلال للمعتقلين وكذلك للشعب الفلسطيني أما أتصور أنه في جديد في حملة الاعتقالات اللي حصلت في هذا اليوم الجديد هو أن هذه الحملة هي نوع من تدريب الجيش الإسرائيلي على القيام باعتقالات كبيرة وضخمة في وقت محدود وأن يجمعهم جميعا في خلال ساعة في خلال نصف ساعة في مكان محدد إذن هو يريد أن يحاكي عملية اعتقال كبيري وكبيري جدا في أسرع وقت ممكن دون أن يسألوا اللي هو عن كبار السن ولا عن المرضى ولا يسألون كذلك اللي هو عن البيوت اللي اقتحموها بعد أن فجروا أبوابها وأزعجوا من فيها من الصغار والكبار من الشباب ومن النساء ومن المرضى وغير المرضى أشكرك جزيلا شكرا الأسير المحرر نيف أرجوب كنت معنا من الخليل